توربينات الهوى صغيرة بس قوية جدا بمجرد ما بتشتغل بطيارات عالية بتبقى مصدر طاقة نطيفة ومستدامة زادية في النهاية خالص هتتحرج لحد رصيف بس دلوقتي احنا بندور على طريقة عشان نامل بيها اختبار اول مت هيا قدر اوصل بيها للارتفاع الصح باجنحة الشبكة بس اموهاش بروكلين هايتس من فراغ يلا بينا طف اجنحة الشبكة الوحدها مش رفعاني كويس محتاج زقة صغيرة الرياح قوية جدا عند تقاطع كورت ومونتاج يو انا خسرت ورق كتير وانا ماشي هناك هستغل داك انا فأهوائي طبيعي ضرب وتوزيع ازاي توربينات صغيرة كده تعمل الطاقة الكبيرة دي شير يا توربين يا صغير شباب واحد كمان ايوه هو دا عظيم كلها هتلعب بامان هروح دلوقتي ل هو التوربين اتعرض لاختراق ايه ازاي لازم اشوف الموضوع دا متتبعات المخلف بتهاجم التوربين لازم امنعها بص انا عارف ان دا دفاع عن المنطقة بس انتو تانية رجالة اتمنى نبطل نتقابل بالطريقة دي ابعد عن سكتنا ومش هنضطرن كده اه دي جاد انا اللي واقف في طريقكم اللي واقف في طريقكم تماماً كده دول كلهم دلوقتي هرجع التوربين ده المكانه تماما العملية تمت بنجاح لازم اطلب من دكتورة وين انها تعمل حماية للتوربينات دي ترجمة نانسي قنقر مع أول مامل متدر نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 جهاز تسجيل بابا اختفى سرقوا مننا برضو ده من تسجيلنا اشتركوا في القناة 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 عندك حق، تمام أنا جاي شكلك محتاج مساعدة عن كبوت أيوة، أنا خططت لكل حاجة الإشارات والشاشات والرسومات والناس كل حاجة لازم تبقى هايلة وووه، إيه دا ثانية طب الراحة؟ ينفع توضح قبضة شوية إيه اللي حصل؟ آآ، ماشي، أنا عايز عازم حد لحفلة الترحيب لكن، هو جدع مقدرش أخليها عظومة وخلاص أنا عندي شاشات، وعايز أشغالهم برسالة بس، المولد عطلان الراجل اللي أكجرولي مش بيرد دا اسمه ناظب ممكن أساعدك شكراً، أنا أكجرت المولد من المحل رانالدز وشركائه هبعط لك العنوان حاضر فحوماً سيقافى المولدات بقت غالية قوي الأيام دي السوائر ده بتاعنا، مفهوم؟ ما زونش إن دي صابقة عادية للإيجار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لو ممكن يتصلح فيها ياخد أسابيع ممكن تبلغوا بالأخبار الوحشة؟ هعمل ده أنا هكلم في جاي وأقول له على الأخبار عايز أخبار حلوة طيب عندي خبر الموالد العطف ثانية ماشي لسه عندي أفكار بس ارجع في حاجة تانية قد في بيت اشتركوا في القناة بما أن المولد عطلان هل بروكلين عندهم احتياطي؟ أنا عرف أنهم بيحطوا مولدات على السطح بس كهربيتهم شديدة على تجهيزاتي هنعمل قفلة إلا لو لقينا حاجة تبقى أقل في القوة أكيد هقدر أوصل لحاجة بتردد جهد منخفض وطاقة الكهرباء بتاعتك هي بس اللي هتنفع نظرياً يستاهل أو صدمة كهرباء أنا عرف حد كان هيحب النقطة دي أنا لقيت مولد لكن ليس شغال شوفت؟ المفروض أنه دان ينفع عندك منع تديله وش شررتك؟ أمسكت 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 هذا الجهد الكهرابي اللي محتاجينه فاضل أننا نوجهه للدور الأرضي أيوه كنت عارف أنك هتحلها يمكن أقدر أوصل النقطة الكهربية دي من الواضح أن الكهرباء بتعدد دائرة كهرباء قديمة أمسكت أمسكت اشتركوا في القناة 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 شكرا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اتمرجح أو طير بالشبك في الحالتين خلي اللقاطة بعيد عن الأرض بالهوى تمام يلا البتاعة ده سريع من هنا ايه الجمال ده شكراً على إيبتاعك ده في يوم شغله واحد عملت اللي عليه بسببك فيديو التوظيف ده هيخلي الكل مبهور ما يتهيأ ليش هتوعد عشر ساعات تعمل إيدت علشان خطري الأحسن أسيب الموضوع لمصور سينمائي محترف ترجمة نانسيب الموضوع ترجمة نانسيب الموضوع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مستحيل يكون الراجل ده دفع اللي عليه وداب عن الأضرار اللي عمل اشتركوا في القناة بتعمل ايه؟ العلم يا صاحبي انا بعمل علم ها يا سبايدر مان قلت لام جي وما قلتش لصاحبك؟ عشان احميك انا كنت عايز صح فاهمك والولد اللي بتعلمه ده هو التاني؟ حصل حاجات كتير لما مكنتش موجود صدقني انا عارف بهدوء وبالراحة اوپس ايوه هعمل القهوة شكلها هتبقى ليلة طويلة اذا اذا اشتركوا في القناة احنا بس كنا بنعمل شوية اختبارات فين دكتور كونرز جايز خد النهاردة اجازة لا هو ما بياخدش اجازات انا لازم امشي ايوه ايوه هاتكلمك بعدين لا ثانيا الهارع عنده بقوة خارطة كل حاجة بتحصل بسرعة انا ثانيا ايه ده يا شباب انا بستقبل اشارة عن كبوت قالي غريبة ايه ده وانت كمان جانكي بتجرب حاجة كنت لسه هتصل بيك حبة منهم اتصلوا بالشبكة فجأة كده دول بيستخدموا شوية بروتوكولات لاسلكية انا هشوف الموضوع الهارع عنده بلغتم انا هشوف الموضوع انا هشوف الموضوع كده اهلا يوم طويل اهلا يا ام جاي انا وهاري سهرنا نختبر بدلكم وشكلنا كده اكلنا بيتزا كتير كان وقت لطيف زي ايام زمان كنت عايز اعرف ايه هو عن كبوت هاري المشاعة عمري ما شفت حاجة زي دي قبل كده شكلها زي بدلة قالية بتخفي خالص اي اثر للمرض اللي عنده دكتور كونرز اتفوق على نفسه المراضي دهيل جدا وفي الوقت المناسب بالنسبة لللي حصل في الملاي في ادلة للمكان اللي خدوا فيه تومستون لسه شوية بس لو وصلتني اي حاجة اكلمة مه مفيش زيك ايوا عنتك ماشي وبعدين لسه معرفناش مين عمل العنكبوت الالي الغريب ده اشتركوا في القناة اهلا يوري دورت ورقة اتباع الشعلة لحد ما وصلت لعيادة في تحيي الصين نروح مع بعض ممكن نلاقي يدعمك يعني مون في التسبيهم يموتوا برضو؟ لو اضطريتنا كده بص لازم نوقف عضو الطايفة ده عايز تيجي؟ الاوضاع تباست بس أنا مش محتاجات لو روحت هقدر حط عيني عليها شكل هاورد محتاجني اتمنى هو و فيتجي يكونوا بخير م هاورد اتمنى هنا! أي مخالفات مرورية تاني وهنضطر النسحة بالرخص منه أهلاً يا عنايك عندي حجاليب يلا روحوا على الموقع ذلك فليشا؟ أهلاً فليشا سمعت شوية كنت عن ورشة فستية بتقليف ويليام بيردس ملة سلكي كنت سرقتم الصيادين شكل كده إن تونستون هناك ممكن يحتاج لكم شكراً مبسوط إن كله كمام وصلتي لباريس في المعد؟ أيوة روحاً واكتشفت إن ليكوا جميلة أنتوا يسمين رغم إن سبايدرمان التاني ما تعبش نفسه خالص واتحركوا ليحقاً آسف بس هعلق المكالمة سبايدرمان أهلاً هاورد أهلاً بيتجي عاملين إيه؟ آه بدأنا نفهم بعض ممكن تنضم لينا؟ أكيد محتاج إيه؟ ساعات بقعد هنا وخلاص أتأمن المكان في معدية جاية شايفها؟ أيوة، أنت وبيتجي مسافرين؟ مت هيقلي إنها فوتها واستنى اللي بعدها كنت بحب المعدية أحس إن بسافر لمغامرة في البحر هاورد؟ شايف العشرة السفرة؟ ومن تحت اسود؟ يوم مناسب عشان رحلة؟ مركب هايل أتمنى نركب النحلة دي لفة وأبقى بعيد أهلاً هاورد؟ ألف بيها في كل حتة في النهر لحد العوامي دي التلاتة والمدينة القديمة اللي في السحاب ها؟ التلاتة أعمدة؟ بص على اليمين دور على النور الأحمر تقصد التلات مداخن دول؟ ليه هناك؟ اشتغلت في المصنع ده عشرين سنة اتردت وخسرت هدفي الفترة ولما مراتي ماتت خسرت قلبي كمان ما كنت يوري؟ علموني إزاي يطير من تاني خصوصاً بيجيا الصغيرة آسف جداً يا هاورد ممكن أعمل إيه؟ آخر حاجة شايف تمثال الحرية نفسه؟ هناك على الشمال أيوة، شايف التمثال؟ بص هو إيه اللي؟ واو، سير بطيور محتاج مساعدتك يا سبايدرمان أنا أخيراً هطلع مغامرة بس محتاج حرر طيوري الأول وخليهم يشوفوا العالم برى الندينة ده شكله حمام ممكن تاخدهم للشمال عشاني بمكان أمان او، أنا معرفش، هاورد دي تبقى عائلتك وقتهم جاه، جرب تسفر تمام، لو متأكد يلا بينا يا طيور همشي على طول الساحل لغاية ما فكر في بيتك؟ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر وترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة تمام هو ده بيتك الجديد بيجي انت المسؤولة تمام انا مرهق شكلي هرجع بالقطر هروح اتطمن على هاورد هم اكيد وحشوه يا خبر هاورد اهلا سبايدر مان هاي قاسف ده صاحبي خد كل الوقت اللي تحتاجه لو ده هيساعدك اه اعرف انه مات في سلام ده حقيه اخيرا خرج في المغامرة دي مع امراض ما تقلقش يا خاولي اثير بحر خلصت اكمل كلامك وصلتي لباريس في المعدن ايوه روحك واكتشفت ان ليكو جميلة انتو الاثنين رغم ان سبايدر مان التاني متعبش نفسه خالص واتحرك وجه حتى اه ايوه بمناسبة التبرير مالوش اي باعي احنا نسينا اللي فات بالمناسبة هو حد طيب ايوه فعلا بس شكرا على المعلومة مظنش اني كنت هقدر الاقي توم ستون من غيرك طيب شكرا خد يبالك من نفسي رفض مدارس الازياء لية عمره ما هيحبتني تاني مع السلامة يا عناكب مايلز سيبلي الحوار به هيفوتك مع التسليم مقالك بس لو لو ليه هناك هخلي بالي منه سبايدر مان ممكن يستنى لكن مايلز ماينفعش اوه حاضر خليك على تواصل بيك اتمنى دليل فليشيا يكون صح لازم اوصل لتومبستون قبل ماكريفن يخلص عليه هو كمان اه هه اه اه اشتركوا في القناة اهلا بالناس الزوق ازاي الحال انا لقيت اجمل ايميل في صندوق البريك بتاعي النهاردة وكان لازم بجد اني شاركو مكتوب حبيبتي دانيكا عرفت انك بتتعي قصص عن الشخصيات المهمة لأيام دي بس لو عندك وقت ممكن اقدم رسالة شكرة على البرنامج بتاعي انا من ظلا بوكين فيجن وعمري ما كنت هقدر اجيدي امتياس في مشروع التصوير السينمائي لولا مصعب سبايدرمان من كتر من فناني لي قررت اني اسمي التصوير الجديد باسمي احترمت جدا انه قدى وقت في مساعداتي رغم الكل اللي عاد عليه الايام اللي فاتت ساعات في حاجات صغيرة بتعمل معظمتين لو قريتي دا بشكرا على الاراية مع السلامة اوديسي اوو اوديسي انا بحب القصص اللي زي دي في حاجات بسيطة بتعمل فرق جدير قوي عشان كده انا عندي تحدي لكو كلكم اعملوا حاجة بسيطة النهاردة داملوا حد غريب اشتروا قهوة لصاحب ليكو ادفع لحد الحساب اي حاجة من عارف الخير دا هيوصل لفين بشكلها نصيحة كفية الحلقة خلوا بالكم من نفسك يا جماعة ومن بعضكم سلام فاكيد انت ساسم هم اعضاء الطايفات انت الي داخل على خناتي ولا انا دخل على خاتر رسلين على المنظمين ماذا؟ ماذا؟ طيب طيب شكرا لازم نبقى نقرر فضع دون شكلها حجة كويسة عشان نشتغل على عربية الحجة شكرا 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 دخلت جوه؟ لا الموضوع ده هيمشي ازاي؟ هنبقى سوا كالعادة ولا ما قالك قد ايه بترقبيهم؟ من اسابيع، سمعت اشعاط عنهم بيسيبوا الجسس وراهم مهتمين بالساعة القرموزية ايان كانت ايه؟ ده الجديد في هالس كيتشن؟ ياه ده من غير تفكير ها؟ مين يقول حاجة زي دي؟ ها؟ مش انا ها؟ 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 الشبان جتائم، كويس قوي لما نلاقي زعيمهم، ازاي هنعرف انه زعيم؟ انا حاسة ان الناس دول ما بيتققوش على حاجة ها؟ خرج اعضاء الطايفة ونتحرك؟ تمام جداً قوليلي، عدى مثلاً سنة ونص من ساعة ها؟ بنتي، عاملة هاي؟ ها؟ احنا هنا مش عشان يعتملكم، احنا هنا بشوف ايه، هيا المشكلة؟ ضوء الأخبية، اتأكدتي بداي انه سفايدر مان؟ لأن الشعلة متأكدة طلع غلطان قبل كده؟ الشعلة مش هيعجبه اللي حاجة اترغي على الفاضي وخلاص، انا قلقت عليك انا كويزة، زمان كنت عصبية ومستعترب انا دلوقتي احسن، ثبتاً مسألت وقته و هنلاقيك يا سفايدر مان مهربش كنت ببكر في ايه واحد جايب للعمل ليك يا سفايدر مان مهربش كنت ببكر في ايه يالله، طويل بيه حاجة تاني من الزعمان مفيش عرية أصل لزعمهم، يالله انكمل اوه، ده مقفول وراهن لو زقنال انظار هيشتغل شكله مش بيفتح من مفاتير أكيد فيه طريقة نفتحه بيها شكل الطايفة بتستخدم وشوم عشان تباين رتابهم واضح ان المجندين الجداد بيحطوهم كلهم مع بعض طريقة حلوة ترائب بيها الكل سانية، جات لي فكرة حابة تقولي بتعملي ايه؟ اتفرق بس لقيتها، الباب بيتفتح بس لما يشوف الوشوم الصح عندي منها، شايف اي حد عنده واشم هيفاس؟ ما تسحاش وحيات عيالك ويه، مش ده الواشم اللي انا بدور عليه عزيم صدق ببراساء ايوه بقى، نتفائل بالمحاولة التانية اث يا طرى، عندك اي وشوم؟ عندي واش مشاهد قبر الشرطي العنكبوت تجد انولت تعلم؟ هاée إنها هيحاول يهرب تاني صدقوني مش هيعدها له سقوا في الشالة كل حاجة بتتحرق كل حاجة بتتحرق سماتي ده قبل كتبه كده تمام يلا نشوف المساجين لو دول هم أتباع الشعلة يبقى هو ده الشعلة اللي عمل الجلسة بحث أنا ما ظنش ده هو ليس مش هكذا خلونا كلنا نتخلص من كل الشكوك وإحنا بنحتفل بترقية السابعين ونجاحهم أنت كويسة صوتك أنا زي الفل الصوت ده جمني مش هتحتاج إنك تخبي نفسك الحقيقية عن العالم أبدا لأن العالم دلوقتي مش هيقدر يقزيك بأي طريقة شكل ما فيش أي مخابج من قوضة دي ما جيش حاجة نقلق نعم إننا نلاقي حاجة أهم من حفزة الشاشة العلامة دي درع وسي هتكون أعظم مصدر لسمودة وأعظم مصدر لقوتك عشان يبين سقة الشعلة شخصen شخصي سقة الشعلة وفي كل حاجة بتبحث عشان مفيش حقيقة أوضح من خطرف مبديك لا يا رجل ماذا تقول انها فيها لذلك؟ انت مجددا! لم تكن من الزكاة التي تعملها! لا يوجد شيء! اقولها! شخص لا تستعلم بالقتل! يا طرى انت فيني يا سبايدر مان! اخرج دلوقتي وهيخلص عليك بالرخي شوفتي زرائرة تحكم في الباب مش متأكدة أسلاك الزنزين بتوصل لهنا مش هينفع نفضل لتقابل بالشكل ده يا يوري الناس هتفتكر انك بتحولي يتقتليني متخيلتش تخدع حد عشان ينضم الواحد من نواديك الصغيرة تاني الحب مش خدعة مفيش حاجة من دول حب انا اللي مديت ايدي لما محدش عمل كده اشك في انك او ضوء الاغبية كنت هتعمله نفس الحاجة بس ايه اللي ممكن يخليك تحبيني قولي انت مستخب بفين وهوريك في المستشفى القديم في شمال بستوريا تعالي في اي وقت لو كنتم تستهلوا كنت عارفة مين الشعلة طول الوقت ده كنت عارفة مين الشعلة طول الوقت ده كنت شكة شوية لكن ما كنتش مدعب كده الهيس كما شفتك الشعلة حتى مش هنا لازم ندور عليه اها ايش بك هي بقد يمت باما والسيح انت المسايد موجد اهلًا انت المسايدات الاسمه مهدت في خلال هذه ايه يسمى وقوموا خلينا نطلع فوق يا تاعة تطوير الباب اللي فوق تطريق الخروج الوحيدة استنى هنأمن المكان هتشوف موضوع الباب لي لا أنا شايفاك يا تاعة ماشي هذا أهم حاجة هو يعرف إزاي انت مين لما قلت بترضو ولا في البوليس كان عمي كان بيعاف ألابين عشان يقول دايماً انت تعرفي إيه تاني عندي الشجل كان ما تشهر لكذا كنا قربنا نقبط عليه هو قال لهم إنه وقت مكا أخيرا هتألهم عشان ما حدش منهم يبلغنا انتبور الراجل دا واحد هتشوفت كلنا ستر علي رائحة يعني ايه هي أول مرة تشوفي من ساعة مهرف هتشوفت أدور علينا شهور كان وراء أضايا تانية هتشوفت أعرف إيه محتجلة ياه ياه واتباعي الشو على دول شبه جماعته القديمة؟ الشلة القديمة خلي بالك الناس دي أنا معرفش إيه اللي ذاتي وإنهم لما نخرج الرجال دول مش هناخد وقت للمستشفى يوريس ده أكتر فخ واضح شوفته في حياتي وأنا وجهت ترابستر ما ينفعش نستنى على ده أنت ما تعرفوش عارف إننا مش هنساعد حد لو تسرعنا في الدخول وتعتلنا محتاجين خطة هدور في قاعدة المستشفى وتأكد إن كل حاجة أماني مبسوط؟ أحلى كلمة تعبر عني ممكن نقول برضو أني مش متوتنة تمام يا دكتور يونج هنشوف المتاح أهلا بيتور يلا نخلص حصة التدريب الأخير ساعد المتتبع إنه يحادث المختارين وأحصل مواقع للعجر لازم أشغل المتتبع يلا نترب على النشاط أفش بشت واحد تاني بص الحد حاجة حلوة للواحد يطير في بروكلين بموت في حديقة بروسبيت يلا نحدث في الأشش أفش أفش جبت الحجرة ايوه يلا بينا نوديها الجراش ايه اني حصل في حد سرق المتتبع هروح لاخر مكان ليه قبل ما الاسسال يقع وحاول اعرف مكان من هنا لازم نفيش قثر لي ولا لأي حد هما تقريبا قالوا حاجة عن جراش في شوية منهم قريبين لو عرفت لقيت صح هقدر عيد الاتصال بالمتتبع من السطح لازم ابدأ بتفتيش الجراجات دي الاتصال مقطوع اكيد مش ده ما فيش اشارة اكيد مش ده المكان قلتلك متلقش من كده انا ازاي ادخله فيه اقفاص كتيرة هنا ونحل كتير ما عرفش ليه الناس دي بتجمع النحل ماينفعش افضل محبوس هنا الاحسن ان اشاغل مدفع الليزر الصوتي اضرب نحلتين بحجر واحد هحررهم وبعدها هيساعدوني في فتح الباب اتحرروا يا حلوين يا صغير اتحرروا 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 اوالي بجارة اه اتحرروا الاحلو لي من انا يا اهلا رحبوا بشوف برنامجنا بشلو تبوش سمايدر مالي اتحرروا تمام يا شباب لازم تقولولي نحل عمرك مزماش عن الأسواق الكغيالة تمام بس دي حاجة هجمت من الكامدان قاسم قبل أخدش نصايح بالراجل لا بزين عن كبوس تتأخروا السبب النوم في العسل يلا يا رجالة ناكي في طريقة أسهل عشان تكسبوا فلوس اللي مفتمة أصلا بشيء نحن انتو عارفين في كام نبات موجود بفضل النحن يلعبوا دور محتواري فا مش هتفهموا مش قوي كده دول كلهم لازم أقولي يونج عن عملية الصيد غير المشروع دي ده شيء مضر للنحن الحقيقي والمتتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا Global ipeد لا عاش قوي اشتركوا في القناة وانا هقول كتير بردون زاعدت أعمال تجارية تبدل واقفة بريكنها بعد ما كانت تنهار من فترة طويلة اشتركوا في القناة ورشة حديد مهجورة بس فيها نشاط عكس كده اهلي اخرهم كده حرصوا كويس تومستون اثبت انه مش سهل تمام استعدوا نستعد عشان نعيش نعيش للصيد لازم افضل دي الاسطح دي واحاول ادخل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة